بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي التلاميين درسنا لهذا اليوم لمادة العلوم للصف الخامس الابتدائي الموضوع حل أسئلة مراجعة الدرس سوف نقوم بمراجعة بسيطة لما تعلمناه في هذا الفصل تعرفنا على أنواع الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية وطاقة الأرض الجوفية تعرفنا على الطاقة المائية وقلنا بأنها نوع من أنواع الطاقة المتجددة التي لا يمكن أن تنفذ لأنها مستمدة من حركة المياه واتعرفنا على طاقة المد والجزر وقلنا بأنها هي نوع من أنواع الطاقة المتجددة وهي نوع من أنواع الطاقة المائية التي لا يمكن أن تنفذ لأنها مستمدة من ظاهرة المد والجزر وماذا نعني بظاهرة المد والجزر؟ طبعاً ظاهرة المد والجزر هي ارتفاع وانخفاض منسوب المياه بالقرب من سواح البحار والمحيطات ويحدث هذا بسبب تأثر مياه البحار والمحيطات بجاذبية الشمس والقمر فارتفاع المياه يسمى المد وانحساره يسمى الجزر نأتي إلى حل الأسئلة السؤال الأول كيف تستخدم الطاقة الحركية للمياه في توليد الكهرباء طبعاً تستخدم طاقة المياه الساقطة من المرتفعات العالية مثل الشلالات أو طاقة المياه الموجودة خلف السدود هذه تستخدم في تدوير التوربينات الكبيرة وهذه تعمل بدورها على تشغيل المولدات الكهربائية التي تولد لنا الكهرباء السؤال الثاني ماذا أسمي الطاقة المستمدة من حركة المياه؟ الجواب الطاقة المائية السؤال الثالث ماذا أو ما نسمي الطاقة المستمدة من حرارة باطن الأرض؟ الجواب طاقة الأرض الجوفية السؤال الرابع ماذا أتوقع أو ماذا تتوقع سبب حدود ظاهرة المدوى الجزر؟ طبعا سبب حدود ظاهرة المدوى الجزر هو بسبب جاذبية القمر أو بسبب تأثر مياه البحار والمحيطات بجاذبية الشمس والقمر فتحدث ظاهرة المد أي ارتفاع منصوب المياه على سواحل البحار والجزر أي انحصارها اختر الإجابة الصحيحة خامسا أن اندفاع المياه الساخنة من باطن الأرض يدل على أن الأرض تمتلك طاقة تسمى ألف طاقة الأرض الجوفية باء الطاقة الشمسية أم جيم طاقة المدوى الجزر أم دال طاقة الرياح؟ الجواب هو ألف طاقة الأرض الجوفية لأنها مستمدة من سخونة الأرض أو حرارة الأرض سادسا طاقة المدوى الجزر هي نوع من أنواع ألف الطاقة المائية أم الطاقة الحركية أم جيم الطاقة الشمسية أم دال طاقة الرياح؟ الجواب هو الطاقة المائية ألف هل تؤثر عوامل الطاقة في ظاهرة المدوى الجزر؟ فسر إجابتك طبعا تؤثر عوامل الطاقة مثلا سقوط الأمطار عندما تزداد سقوط الأمطار فوق المياه البحار والمحيطات سوف يرتفع منسوب مياه البحار والمحيطات فعند حدوث ظاهرة المدوى الجزر سترتفع هذه الظاهرة فهذا يؤثر على ارتفاع المياه عند حدوث المد يعني ارتفاع الموجة عند حدوث المد فيؤثر عوامل الطاقة في ظاهرة المدوى الجزر نأتي إلى سؤال حل أسئلة مراجعة الفصل مراجعة الفصل أكمل كل من الجمل الآتية بالكلمة المناسبة الجملية الكلمات هي الطاقة المتجددة طاقة الأرض الجوفية الطاقة الشمسية طاقة الرياح الطاقة غير متجددة والطاقة المائية وطاقة المدوى الجزر نأتي إلى أولا النقطة الأولى تسمى الطاقة الناتجة من حرارة باطن الأرض فراغ ماذا نسميها؟ الجواب هو طاقة الأرض الجوفية الجواب هو طاقة الأرض الجوفية ثانيا تسمى الطاقة التي نحصل عليها من الشمس فراغ ماذا تسمى؟ الجواب هو الطاقة الشمسية ثالثا لا تستثمر فراغ في المناطق السكنية الجواب هي طاقة الرياح لأن المناطق السكنية هنا تعمل كمصدات للرياح فالجواب هو طاقة الرياح الطاقة الدائمة التي لا تنفذ وغير ملوثة تسمى فراغ بما أنها لا تنفذ وغير ملوثة إذن هي الطاقة المتجددة الطاقة الناتجة من احتراق الوقود كاحتراق الفحم والنفط والغاز الطبيعي هي الطاقة غير المتجددة الجواب هي الطاقة غير المتجددة استفادت الكثير من الدول الساحلية من فراغ في توليد الطاقة الكهربائية إذن الجواب هو طاقة المدود جزر لأن دول ساحلية فتحدث في السواحل هذه ظاهرة المدود جزر فإذن الجواب هي طاقة المدوى الجزر تسمى الطاقة المتجددة والمستمدة من حركة المياه المستمرة فراغ الجواب هو الطاقة المائية ماذا نعني بالطاقة الأحفورية؟ الطاقة الأحفورية هي نوع من أنواع الطاقة وهي طاقة تنفذ وغير متجددة وملوثة للبيئة ما أهمية الطاقة في حياتنا؟ طبعا الطاقة هي التي توفرنا الكهرباء التي تعمل على تشغيل الأجهزة أجهزة المنزل والمعامل والمصانع اذكر أمثلة على استخدام الطاقة الشمسية من الأمثلة هي البيوت الزجاجية السخانات الشمسية والخلايا الشمسية سؤال 11 بماذا تتميز الطاقة المتجددة؟ تتميز بأنها لا تنفذ ومتجددة وغير ملوثة للبيئة السؤال الثاني عشر على ماذا تعتمد كمية الطاقة الكهربائية؟ طبعا تعتمد المنتجة من طاقة الرياح تعتمد على سرعة الرياح وعلى عدد المراوح الموجودة في هذه الساحات التي تكون مجهزة لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية إذن تعتمد كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من طاقة الرياح على سرعة الرياح وعلى عدد المراوح ما أنواع الطاقة المائية؟ من أنواع الطاقة المائية طاقة المياه الجارية وطاقة المدود الجزر وطاقة المياه الأرض الجوفية مياه الأرض الجوفية ماذا نعني بطاقة الأرض الجوفية؟ طاقة الأرض الجوفية هي نوع من الطاقة المتجددة التي لا تنفذ ولأنها مستمدة من حرارة باطن الأرض سؤال خامس عشر ما أهمية الحصول على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؟ تكمن الأهمية في أنها أولا طاقة نظيفة وغير ملوثة ولا تنفذ ومتجددة باستمرار من أين نحصل على الطاقة؟ طبعا نحصل على الطاقة من مصدرين من مصادر الطاقة المتجددة ومن مصادر الطاقة غير المتجددة نأتي إلى صفحة 195 ما أنواع الطاقة المتجددة؟ طبعا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية الطاقة المائية هي الطاقة المد والجزر وطاقة الأرض الجوفية كيف يمكننا الحصول على مياه ساخنة في المناطق النائية التي يصعب إيصال الكهرباء إليها طبعا عن طريق استخدام الطاقة الشمسية أو الخلايا الشمسية طريق استخدام الطاقة الشمسية من خلال السخانات الشمسية أو من خلال الخلايا الشمسية بماذا تتميز السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية التي تعمل بالطاقة الشمسية على السيارة التي تعمل بالبانزين السيارة التي تعمل على الطاقة الشمسية تكون غير ملوثة للبيئة أما السيارة التي تعمل على البانزين فتكون ملوثة للبيئة من الذي يساعد الطائرة الورقية على التحليق في السماء الجواب هو وجود حركة الرياح يعني وجود طاقة الرياح هي حركة الرياحية لتساعد على الطائرة الورقية على التحليق في السماء ماذا نعني بعبارة غير قابلة للنفاذ وغير ملوثة للبيئة غير قابلة للنفاذ يعني متجددة ولا تنفذ وغير ملوثة للبيئة أنه لا تسبب أضرار للكائنات الحية ولا تؤذي الإنسان قارن بين الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة طبعا الطاقة الأحفورية هي طاقة تنفذ وملوثة للبيئة وغير متجددة أما الطاقة المتجددة هي لا تنفذ وغير ملوثة للبيئة وهي بديلة عن الطاقة الأحفورية إذن نعيد المقارنة الطاقة الأحفورية هي طاقة تنفذ وملوثة للبيئة وغير متجددة أما الطاقة المتجددة هي التي لا تنفذ وغير ملوثة للبيئة وهي متجددة وهي بديلة عن الطاقة الأحفورية أو بديلة عن الطاقة الغير متجددة سؤال الثالث والعشرين هل يمكن توليد الكهرباء من طاقة الرياح في جميع المناطق على سطح الأرض؟ فسر إجابتك لا يمكن أن نستخدم أو لا يمكن توليد الكهرباء من طاقة الرياح في جميع مناطق موجودة على سطح الأرض وذلك بسبب أنه اختلاف شدة الرياح في هذه المناطق وأنه لا توجد هناك مناطق فيها مراوح كبيرة وعالية تساعد على توليد الطاقة لا توجد هناك مناطق واسعة من الأرض يمكن نصب عليها هذه المراوح الكبيرة وأنه تكون الرياح في قسم من هذه المناطق يعني تكون الرياح شدتها مختلفة في مناطق سطح الأرض تحتاج الخلال الشمسية إلى أشعة الشمس طيلة وقت استخدامها في رأيك هل ينجح استخدامها في بلادنا؟ نعم ممكن أن تنجح هذه الطريقة لأن أشعة الشمس تكون مشرقة أو لأن الشمس تكون مشرقة في بلادنا أغلب أيام السنة لماذا تعد؟ الطاقة الشمسية هي أهم مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية هي تعتبر أهم مصدر من مصادر الطاقة المتجددة أولا لأن الشمس بسهولة يمكن استخدامها بسهولة وهي متوفرة الشمس متوفرة ولا تنفذ وإضافة إلى أنه هي السبب في حركة الرياح وهي السبب في دورة الماء في الطبيعة هي السبب في حدوث دورة الماء في الطبيعة لهذا تعتبر هي من أهم مصادر الطاقة المتجددة على ما تدل الينابيع الحارة؟ تدل على أن هناك مياه حارة داخل باطن الأرض أو في باطن الأرض على أن هناك مياه حارة في باطن الأرض وأن باطن الأرض يكون حار وأن باطن الأرض يكون حار يعني درجة الحرارة تكون عالية في باطن الأرض لماذا يهتم الإنسان بالحفاظ على البيئة نظيفة وصحية؟ لأنه يعيش في هذه البيئة فلهذا يحافظ على نظافتها وأن تكون صحية كذلك هذه البيئة تعتبر هي مصدر الغذاء له ولباقي أنواع الكائنات الحية السؤال الأخير أغلب الدول لا تستثمر طاقة ظاهرة المدود الجزر في توليد الكهرباء السبب أنه لعدم وجود حدود لها تطل على السواحل يعني هناك دول لا يوجد لها أو ليس لها بحار أو لا تطل على البحار أو المحيطات لهذا لا تستثمر ظاهرة المدود الجزر مثلا نحن بلادنا العراق لا يطل على بحار أو محيط لهذا لا نستثمر ظاهرة ولا توجد عندنا هذه ظاهرة المدود الجزر أعزائي الطلاب أرجو منكم أن تقوموا بكتابة هذه الأسئلة والأجوبة في دفاتر العلوم وإن شاء الله الدرس القادم سوف نقوم بدراسة الوحدة السادسة والأخيرة الأرض والكون سوف نتكلم عن نشأة الأرض في الفصل الحادي عشر ونتكلم بالتحديد عن طبقات الأرض درسنا القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته